هملكو كشك اللوز وده كشك بيتعامل حلو مش حيدق وبتعمل باللوز طبعا وبيتدين بشرايح اللوز واي انواع مقصرات تحبوها يبحلع وهنزل عليها اول حاجة باللبن يسخن هو والسكر عشان يدوب وحسيب شوية دايما قلتلكو عشان نداوب فيه مناشا هنزل السكر اللي عندي وحنسيبهم يدوبوا مع بعض السكر واللبن ويسخنوا وتعالوا على ما يسخنوا اقول لكم المعادية بعشان ما قلتلكوش المعادية لسا عندي الكشك اللوز اربع كبيات لبن عندي تلتة اربع كباية لوز مجروز شوية عندي تلتة كباية سكر ربع كباية دي رز او ناشا دورا نص معلقة روح لوز ومعلقتين كبار فصدق مجروش طيب دايما قلتلكو انا حطيت خلاص اللبن والسكر عشان يدوبوا هنزل دلوقتي الناشا بكمية اللبن اللي فضلة وقلبها وحط عليهم روح اللوز واول ما اللبن بتاعي يغلي هنزل بخليط اللبن والناشا وروح اللوز واخر حاجة طبعا الروز المجروش نص اللبن بتاعي غلي والسكر خلاص دي بتاعوا بقى ننزل بالخليط زي ما قلتلكو ننزل حبة حبة كده ونقلب هتبتدي بقى يتقل معينة واول ما يتقل هنزود عليه باللوز المجروش هنقلب فيه لحد وشعين بها طبعا نسيبه خالص لانه هيتحروق من تحت رو سبناه وهيتكتل لازم توقفين تقلبه فيه لحد ما يوصل القوائم اللي انتو عايزين وبين هنسيبه يبرد وحنحطه في الكوبايات التقديم او في اي حاجة هنقدم فيها واندخله الطلاجة لحد ما يسقع وبعدين هنطلعو طبعا شنوقتين بردامج انا كنت عاملة واحد هورهولكو دلوقتي هتطلعوا معاكم الطلاجة وحنزاين وشه بقى بشوية لوز وفوزدو او اي مقصرة تحبوه الكشك بتاعي خلاص تقل تعالوا بقى هنزود عليه اللوز بيبقى تعاليبا نفس القوائم المهلبية كده كده بقى نزودته هيتم مش مغروش قوي عشان تحسوا بتاعموا كده وانتو تاكلوه كده التقشك بتاعنا خلاص يكون جهز أريغانا ندخل دا في التلاجة ونجيب اللي احنا عملينه أريغانا أريغانا نزيدو شوية مع بعض أنا عندي شوية واردة محمدي وعندي شوية لوز اللي احنا خاطيناه في القلب تعالوا بقى نحط تشكيله كده من كلهم نحط شوية لوز